خلينا نرجع لحلقتنا زي ما تعودنا كرة اليد هي فرضت نفسها على الساحة كرة اليد بقت اللعبة الشعبية التانية شئنا أم أبينا أنا راجل بتاع باسكتبول ولكن كرة اليد بالنتائج منتخباتها في المقام الأول ونتائج الأندية فرضت نفسها بقت اللعبة الشعبية التانية فلازم تكون أخباره معنا وأخبار فرقيتنا طبعا نادي الأهلي معنا نادي الأهلي زي ما حداتكم عارفين اللعبة بتاعته اتخذت مع المنتخب عشان كان فيه معسكر في أسبانيا هنتكلم عن الموضوع ده بس في الأخبار المحلية ففي مجموعة من اللاعبين مع الفريق فطبعاً كابتن طاري محروس مدير الفني قال لك لازم اعمل مباراة فهيعمل مباراة مع الظهور استعداداً لاستئناف الدوري إن شاء الله مباراة ده يوم الخميس القادم تمام؟ طبعاً احنا الموسم هيشتقنا في يوم 19 مارس كان لازم كابتن طاري محروس ما بيقاش تمرين تمرين لازم يرجع الدنيا بمطشاط منتخبنا الوطني مع أسكر دلوقتي في المركز إلونبي في المعادي عشان كان مفروضة يسافر أسبانيا أولوكم تفاصيل مع أسكر أسبانيا ده بس في الأخبار المحلية بس خلينا وقفين عند النقطة دي إن احنا في مجموعة من اللاعبين مع المنتخب بنجهز إحنا المجموعة اللي معنا عشان نخش على المشاط لأن احنا ما عندناش هزار خلينا أولوكم موقفنا في الدوري برضو احنا أول الدور يعني احنا الزمالك متساوين زمالك خسر من السبورتينج وإحنا خسرنا من الزمالك فإحنا متساوين ولكن فرق المواجهات المباشرة يعني أصدقل إن الدوري في الملع الدوري في الملع يعني إيه يعني إن شاء الله نكسب مطشطنا ناخد الدوري ولا نستناش نتائج حد تاني فيعني إحنا دلوقتي لقد الحمد لله موقفنا كويس ونتيجنا بس عايزة طبينكم على حاجة نتيجنا مع الفرق المنافسة أفضل كتير من نتائج المنافس مع الفرق التانية يعني إيه يعني مثلا أنا بلاقى فرق X النادي الأهل بيكسبها بسكور وبشكل أحسن من المنافس فالحمد لله فرقتنا شكلها كويس إن شاء الله منتظرين توفيق من ربنا وأنا ثقة كبيرة جدا فريدة تائب وكابتن طاري المحروس تائب واكتهد واللعيبة مخلصة معها جدا 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 أنا متأكد إن اللازم منظومة العمل دي إن شاء الله في الآخر أكيد وثقة في الله سبحانه وتعالى الفرقة دي بإذن الرحمن هتكسب طيب هنروح لفريق الشباب 2002 طبعا إحنا تعادلنا مع النادي الزمالك 22-22 كانت المباراة كانت قابل ماتش الأهل والزمالك بسكت اللقطات اللي حداك شايفينها دي كانت قابل ماتش الأهل والزمالك بسكت اللي إحنا كسبناه اللي كان يوم الجمعة اللي فات النتيجة الماتش خلص 22-22 بس هو فيه ملاحظة عايزة أقولها إن الشوت الأول خلص 13-6 للنادي الأهل فرق 7 جوان التعادل جيب في الشوت الثاني طبعا أكيد كابتن الشاب المدير الفني بيدرس إيه الأسباب شام عبداللوهاب ميشو بيدرس الأسباب إحنا متفوقين الحمد لله يعني فرق 7 جوان في الشوت دول مش فراوي يعني والمنافس جابك وكسبك مش كسبك اتعادل بالعافية في آخر سنة فالفكرة كلها أنه لازم نعرف إيه الأسباب وأكيد كابتن بس أنا بطمنكم إحنا أول الدوري برصيد 47 نقطة بفرق 3 نقاط كاملة عن سبورتينج والزمالك اللي بيكوا في المركز التاني والتاني